من جديد عادت ناقلة الحكومة لتقل حمولتها من النفط الخام المصدر من ميناء الضباء النفطي بحضر موت بعد منعها بقرار من المحافظ البحسني الذي لم يدم طويلا رغم محاولة التحشير له رسميا وشعبيا أعلن البحسني السماحة بإعادة استئناف تصدير النفط من حضر موت بعدما قال إنها استجابة حكومية للمطالب الأساسية التي أعلنتها السلطة المحلية في ستمبر الماضي تعامل الرئيس هادي بجدية مع المطالب الثلاثة الرئيسية وفي مقدمتها تسليم حصة المحافظة المقدرة بعشرين في المئة من مبيعات النفط الخام من المحافظة وسداد كهرباء مناطق الساحل ورواتب منتسبي المنطقة العسكرية الثانية بحسب المصادر المطالعة فإن الحكومة دفعت حصة المحافظة المتأخرة من عائدات النفط ودفعة من مديونية كهرباء ساحل حضر موت كما دفعت رواتب منتسبي وافراد المنطقة العسكرية الثانية الذين بدأت إجراءات صرف رواتبهم البحسن حدد في بيانه بالعودة لذات الخطوة ومنع تصدير النفط مجدداً في حال تلكء الحكومة وتنصلها عن التزاماتها استجابة حكومية لمطالب حضر موت وتلبية لشروط الرئيسية والآنية على الرغم من موجة التحشيد والتحريض ضد الشرعية وحضور قيادات السلطة المحلية في التظاهرة الجماهيرية التي حضرت فيها مشاريع وأعلام لا تمت للحكومة ولا للدولة اليمنية بصلة لكن هل ستنجح الشرعية في إخماد نار الفتنة ومنع محاولات حرف مسار المطالب الحقوقية من قبل انتقال حضر موت الذي يسعى لتحويلها إلى غطاء بهدف فصل حضر موت عن الشرعية اليمنية وإلحاقها بسيناريو عدن ومشروع أبو ظبي